حاليا نبدأ بأهم الأخبار اللي معانا امبارح سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد اجتماع تبع في التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خصوصا المشروع القومي للإنتاج الزراعي مستقبل مصر وده إلى جانب المشروعات في منطقتين تشكا وسينة ومحافظات باني سويف والمينيا والفيوم أيضا مشروع سنابل سونو بأسوان خلال الاجتماع وجه سيادة الرئيس بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات للاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لتحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري اجتمع السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والسيد السيد القصير وزير الزراعة وسط صلاح الأراضي ولواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والعقيد دكتور بهاء الغنم المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة صرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئيسة الجمهورية أن الاجتماع تناول متابعة التطورات التنفيذية لعدد من المشروعات القومية للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية خاصة المشروع القومية للإنتاج الزراعي مستقبل مصر إلى جانب المشروعات في منطقتين تشكا وسيناء وفي محافظات بني سويف والمينيا والفيوم وكذلك مشروع سنابل صون بأسوان وقد اطلع السيد رئيس في هذا الإطار على معدلات تنفيذ المراحل الحالية والمستقبلية لتلك المشروعات بما في ذلك البنية الأساسية ووسائل الرأي الحديثة واستخدام التحول الرقمي في تطوير الإنتاجية الزراعية وموقف محطات المعالجة والتغذية الكهربائية والمناطق الصناعية المرتبطة بهذه المشروعات وقد وجه سيادته بمواصلة العمل على استكمال مستهدفات هذه المشروعات لاستراتيجية العملاقة في إطار خطة الدولة لمعالجة الخلال المزمن في محدودية رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الجغرافية الكلية للجمهورية وتحقيق طفرة نوعية في هذا الصدد تضيف لقدرة الدولة على تحقيق الأمن الغذائي للشعب المصري وكذلك مواصلة فتح أفاق التصدير الزراعي وتعظيم العائد منه على النحو الذي يسهم في رفع معدلات نمو الاقتصادي وتحسين مستويات معيشة المواطنين وبناء القدرة الشاملة للدولة الدولة